وللمزيد حول أوضاع المعتصمين من خريجي المعاهد في ظل تجاهل الحكومة في بغداد لمطالبهم ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد أحمد السهلاني أحد خريجي المعاهد الفنية والمعتصم أمام بوابات المنطقة الخضراء أستاذ أحمد مرحبا بكم يعني بداية لو توضح لنا ما هي مطالبكم التي اعتصمتم من أجلها تفضل أستاذ أحمد السلام عليكم وطبعا أولا وشكرا لحضراتكم والقناتكم الكريمة على توصيل صوتنا نحن تخرجين المعاهد التقنية المعتصمين في بغداد من محاضر الضيقات نعم منذ متى وأنتم معتصمون أستاذ أحمد ما هي أوضاع الاعتصام في ظل هذا الحر الشديد سيد الكريم نحن اعتصامنا بدأ يوم واحد تسعة نعم في بغداد أمام الضوابة أمام العمل المستسر وزراء نعم وهذا الاعتصام كان نقول البطاقة الأخيرة سنة بعد ما عن المناشدة والمطالبة والمظاهرات والاعتصامات اللي أقمناها في محافظتنا اللي هي محافظة الضيقاء نعم على مدة سنة وسلء ثلاث أشهر لحنا تبطع الجهر أو أكثر نعم أحد المحافظة نذيقار جوئنا اعتصامات مظاهرات طالب نفس المشروعة وطالبنا الحكومة أنه تنظر بعين الحطف الهايس بألف مهمش على مدى وطوال هذه نعم أستاذ أحمد هل ولكن ما حصلنا أي سجاء ظلام المحافظة ولا في الحكومة المحلية عدنا في محافظة الضيقاء صرح من بعد ونحن محافظة الضيقاء صراحة صارح من بعد حصلنا هذا السلام محافظة وطلنا البحث يأسكتنا البقاء وقرر صصنا البقاء وإجينا وقررنا حكيمة وقرراته أنه دون حده لما نرى طيب أستاذ أحمد يعني وعند الكلام أكدنا نعم لا وجود لرد من قبل المسؤولين على مطالبكم لكن هنا ما الذي تنون فعله في ظل التجاهل التام من قبل المسؤولين تجاه مطالبكم المشروعة ما هو الخيار لديكم أستاذ أحمد والله أستاذنا العزيز نحن بالنشفة أنه طبقة مهمشة أرجع أكرر طبقة مهمشة طيب صنع الفرحلة أنه قلوبنا ماتر نعم من أجينا وقررنا نتصم أجينا قررنا نتصم أنه بدور رجع الحكومة صار من 15 يوم ما أحد تسبتني وما أحد توجهني وما أحد نظرني بأي نظرة ولكنه أبناء هذا الوطن ولكنه أنه حقوق على هذا الوطن وعلى هاي الحكومة نعم مثال بسيط أستاذنا العزيز حتى الشركات والمجمعات طاق بالعراق تجذب العمالة الأكنبية اللي هي البنقلادش وغيرها وغيرها نعم كل العالم يعرف هذا الشيء يعني إحنا أبناء الوطن وإن نروح إذا لا بالقطاع الخاص يتقبنه ولا القطاع العام يتقبنه إحنا وإن نتجح شلون نعيش شلون نكون عوائد صحيح شلون نبني أسر يعني بينما إحنا التقنيين وأصحاب الدبلوم الطبقة الوسطية بالمجتمع نقدر نسميها إنه إحنا كإداريين وكثانيين يقدرون حكومة العراقية تستغنى بكل دواقع الدول وهذا الشيء جار على كل العالم من بغداد أحمد السهلاني أحد خريجي المعاهد الفنية والمعتصم أمام بوابات المنطقة الخضراء شكرا جزيلا لكم